من المشروع في الأضحية أن يراعي المضحي الوقت الذي يذبح فيه أضحيته فإن الله عز وجل قال في محكم كتابه فصل لربك وانحر قال المفسرون الصلاة هنا هي الصلاة العيد والنحر هو التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم وأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه قال فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين فدل ذلك على أن الأضحية لا تكون قبل صلاة العيد ومن ذبح قبل ذلك فإنه لا يجزئه ذلك عن هذه الشعيرة وهذه السنة بل هي شات لحم وليست شات تقرب وعبادة ترجمة نانسي قنقر